السلام عليكم كنتمنى إن شاء الله تكونوا بزيانين وتكونوا بأحسن أحوال الفيديو دي اليوم بغيت نشارك معكم حلق قيصة قيصة كتضحك شوية ولكن صراحة سيدة عزتها لي بزاف الموقف اللي تحت فيه وهذا السبب كامل كيرجع للقلاق الناس اللي مقلقين هتعجبهم هاد القيصة هادي لأنه يقدروا يحسوا بنفس الإحساس المهم القيصة كتبدأ أن هادي شي عمين تصلت بي حتيدة في الانستغرام سلمة كيديرا بخير لا بس الحمد لله قلت له الحمد لله لا بس قلت له أنا سكنة في طنجة وبغيت نتعلم تنبت قلت له أختي مرحبا فأنا كنعلم هنا في يوتيوب وعادك قلت له لا نخصني نتعلم مباشرة قلت له اسمح لي أنا وقفت دابة في الجمعية يعني ما كنعلمش دابة حاليا في الجمعية قلت له أنا بغاك تجيل عندي الدر وكينسي يدلي يوصلك ويجيبك يعني تجيل عندي الدر ومت ما تعملش اللهم ديالك زمن في المواصلات يعني المواصلات يجيبك ويدك وقالت لي وطلب الثامن اللي بغيتي شنو هو أنا كيعجبني التنبات وقلصة في الدرب وحدتي عندي بنية صغيرة وما كانش برش بالله راسي قلت أرخصني نتعلم شي حاجة وعجبتني الطريقة ديالك قلت له اسمح لي أختي كيف ما انت هنا ما كيخليكش الزوج ديالك بس تمشي لمواطع آخرين حتى أنا الزوج ديالي ما يخلينيش ندخن واحد در ما كان عارفاش وحتى أنا ما عنديش جيكل وقت اللي عن خروج من در ديالي ونمشي نعلمك ونجي يعني وأنا عندي الخدمة ديال الناس المهم جاتية مهم تعصبت بالزاف خاتلي خيلة برك الله فيك يعني خمم أنا ما كراش نتعلم مهم طلبت مني كان ضون شي ثلتي يم ولا أربعي يم وياك أتدار معي قلت للا ما نقدرش أختي أنا تا أنا عندي التزامات تا أنا ما نقدرش وعادك الرجل ديالي يعني ما يبغيش بمرة بأنني نمشي نشي در ما كان عارفاش المهم هي تعصبت وصفي انقطع بيناتي سلسافي ما قيتش أنا بالنسبة لي لديك قصة ديك سهلت أما هي مسكينها عاديك عادي تبدأ مع هالقصة قلت لي من بعد ما سهلت معاك المحادثة قلت لي كراهتك لأنك رفضت الموضوع أنا كنت حبا نتعلم ولكن تينا ما ساعدتينيش هي بالنسبة لي لا أنا يعني في ديك اللحظة هديك ما ساعدتاش المهم قلت لي ومشيت عن در رجل ديالي قلت لي بديك نبكي عليه تسوي شو حدا مع الجن در ديالي أنا ضروري أخصني نتعلم ضروري أخصني هذك ما يوم قلت لي بديك نطلب فيه حساب غالي أن نمشي للجامعية قلت لي وفعلا دخلت الوحل للجامعية قلت لي وبقت فيها 15 يوم قلت لي ديك 15 يوم تعلمت فيها 3 ستجار رجمة قلت لي أقل أقل من اللي كتعمل في يوتيوب يعني مشي شي حاجة أو مرة قلت لي ديك شل وراضي تزمان قلت لي وديك شي ما عجبني شي مرة قلت لي تعصبت بالزايف تعصبت بالزاف وديك ساعة دخلتنا للفيسبوك كنعرفوه إحنا أمريكان كنو قلتين كندخلوا للفيسبوك قلت لي بالصدفة شافته واحد لأي شهارد واحد سيدة أنها كجين طنجة وكتعمل دورة تكوينية ديال تنبات ولكن تنبات مغاربي مع التنبات هيندي قلت لي ديك شي عمري مشو قلت لي ومو عمرك صراحة ما عملته في القناة ديالك قلت لي عجبني بزاف قررت باش نتعلم قلت لي طلبت مني 500 درهم وقلت لي أولا 600 درهم قلت لي بديك العصب قلت لي عطيت لها فلوس قلت لي وفعلا دخلنا ديك الآتولي اللي عمله قلت لي ديك شي قلت لي عمري ما شفته قلت لي بدينا ديك الخدمة قلت لي تلتيم تلتيم مثل ما عملت فيها يلاه واحد زواقة قلت لي وقل من عالية قلت لي مشي ديك شي اللي كان شوفه وقلت لي والله اللي لا عبرت عليكم ممائم قلت لي عرفتي تعصبت قلت لي مقهرة مشيت من الدرب بديت كنبكي 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 وكن كل مع عمري من سمحك سلمانتي اللي جريت اللي فات شي كامو قلت لي يا شخصي أنا اللي قلت لي مشي تتعلم قلت لي لا بالضد يا لي قلت لي مشي تنتعلم قلت لي صافي قوزت شحقت لي قوزت واحد سيمانة في الدار ما كتعملت شي حاجة قلت صافي ما خطنيش نتعلم لتنبات لتش حاجة وبالصدفة في شي جروب أنا نزلت في شي جروب أنا أنا عملت تعليم ديال وات قلت لي وشوفت بالصدفة قلت لي أنا أنا خرج من القناة ديالك قلت لي ضغط عليه قلت لي ودخلت وما قلت لك شي هي أنا اللي هضرت سمعك قلت لي وفعلا تعلمت سالمة قلت لي تعلمت قلت لي عملت بزاف ديال حاجات قلت لي ودبا عملها مشروع راسي عملها في الدار ديالي وخذ زوجي الحمد لله ما مخليني نقص تشي حاجة ولكن بغيت انتبت راسي بأنني مراء وقلت قلت لي وفعلا قلت لي الحمد لله بما أنني عندي صحابة بزاف والعائلة قلت لي وكيعجوهم الدوق ديالي قلت لي الحمد لله دبا بديت نعدل حاجات راسي بديت نعدل الحاجات نولادي قلت لي دبا عندي بنيتها اللي كانت عندي ودبا عندي بنيتها آخر قلت لي عدلت لهم الحاجات قلت لي عدلت القفطان ديال تعلمت نصبار قلت لي لأن القلق ديالي ما جب لي تشي حاجة وما تعلمت فيه تشي حاجة قلت لي في اللول كرهتك ولكن دبا كان كلك شاب واسلمة وكان بغيك بزاف كتر من كل شي مهم هذي قصة ديالنا كاملين بينا لأن من اللي كان بغي واحد حاجة أخص نتعلم لديك النهار حتى نفرسنا والإصرار هو نتعلم حاجة واليوم شوية غدا شوية وبيض شوية والأهم هو الاستمراء ماشي ديك اللفذ الأول لأن اللفذ الأول كل شي كيكون ملهوف كل شي كيكون في الشعطة ديال كل شي بحل أنا مثلا كنتخل كنتعلم شي حاجة في الانترنت مثلا عن قلكم هير على حسب اللغة أنا دخلت نتعلم اللغة اللونغلي أنا ما كنتعرف في هات شي حاجة دخلت خسني تعلم في الثلث يوم كنتعلم كورسات كنتعلم لهذا عطيت سيمان 15 يوم ما بقيت شي كنتشوف جيها ديال علش لأن دخلت فراسي كتر مقياس ما عمل شي اليوم شوية وغدا شوية وبيض شوية لأ نهر اللولاني عمل سير باللونغلي عمل رسم باللونغلي عمل كتب كان نقرأ شريط الضفتر شريط ستيل و كان نكتب الأخطاء كان نكتب كان نكتب كان حاول فعلا يعني دخلت لنراسي وهذا ديك السيمان يعني بالزب ديال الكلمة تحفظتم ولكن كراهت دا باك كم قنشوف كنقول أنا لو كنت عطيت غير كل ما في النهر كنت رأى أنا حفظت وديك الشعطة ديالي مجي بالتشيح هاي دا كنت إلا كنت كتتعلم شي حاجة تعلم شوية بشوية رتشي واحد ما كي جري مورانا وإلا تعلم بشوية رأى نتعلم أول حاجة نتعلم الإتقل وانتعلم بتيكر وانتعلم بزف ديال حاجة أما الشعطة رأى ما كتتجي بنا تشي حاجة عتكر رهنا هرف الحاجة وصاف المهم هدي القصة ديال اليوم بغيت القصة لمجا قصتي أنا نقول لكم كيف شبديت وتنين وصلت وشنو هما السبب اللي خلوني نتعلم وشنو هما السبب بغيت هذة الخصة هذي كتبوها لي في تعليقات ونره للإشارة ديالكم كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم ومع فيديو جديد إن شاء الله وشكرا